السلام عليكم ازايكم يا سنة ستة النهاردة هنشرح الجزء التاني من درس اختار الكهرباء معاكم مسئسراء عواد مدرسة العلوم بالمرحلة الابتدائية بيقول الاصابات النتجة عن سوق استخدام الكهرباء طبعا انا عرفت ان انا عندي الحصة اللي فاتت ان انا عندي مواد عزلة للكهرباء ومواد موصلة للكهرباء قلنا المواد الموصلة للكهرباء هي المواد التي تسمح بصريان الكهرباء من خلالها والمواد العزلة هي المواد التي لا تسمح بصريان الكهرباء من خلالها طبعا لازم اعرف ان انا طول ما انا بتعامل مع الكهرباء بحرص فالكهرباء بتكون امنة طيب ايه الاصابات النتجة عن سوق استخدام الكهرباء اللي عندي نوعين اصابات مباشرة واصابات غير مباشرة إصابات مباشرة قال لي معناها أن إصابات بتكون الكهرباء هي السبب المباشر للإصابة دي تمام؟ طب والإصابة الغير مباشرة زي ما احنا شايفين قدامنا هي الإصابات التي لا تكون فيها القهرباء سبب مباشر للإصابات طيب ندي أمثلة للإصابات المباشرة قال لي عندي ثلاث أنواع الحرائق الناتجة عن الطيار الكهربي والحروق الناتجة عن الطيار الكهربي والصدمة الكهربية طبعا في فرق ما بين الحرائق الناتجة عن الطيار والحروق الناتجة عن الطيار وهنشرح كل واحدة فيهم بالتفصيل وهنعرف ايه اسبابها طيب امثلة للاصابات الغير مباشرة قال لي السقوط من فوق سلم عند التعامل مع الادوات القهربية يعني عندي شخص بيغير مسباح حصل صدمة قهربية ليه قدت ان هو وقع من فوق السلم ده يبقى دي ايه اسابة غير مباشرة بعد كده نيجي لأول انواع الاصابات المباشرة معنا وهي الحرائق القهربية زي ما احنا شايفين الصورة اللي قدامنا فيه اكتر من فيشة فيه قابس واحد مشترك زي ما احنا بنقول عليه مشترك قهربي دوت ايه زودنا التحميل عليه قدل ايه قال لي ايه هي الحرائق القهربية قال لي هي حرائق ناتجة عن استخدام الطيار القهربي ناتجتها يعني طيار قهربي اسبابها ايه اول سبب معي زيادة التحميل القهربي على قابس واحد زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا بيقول لي وضع جهاز يولد حرارة مثل السخان والمدفقة والمكواه يعني اي جهاز بيولد حرارة بالجانب مواد قابلة للاشتعال مواد قابلة للاشتعال دي زي ايه زي الستائر المفروشات السجاد وهكذا تالت نقطة معي بيقول لي عدم فصل الطيار القهربي عن الاجهزة التي تولد حرارة قلنا الاجهزة اللي بتولد حرارة زي ايه زي السخان زي المدفقة زي المكواه بعد استعمالها لازم أن أنا أفصل عنها طيار الكهربائي لكي تبرد بيقول لي مما يرفع درجة حرارتها وتسبب الاشتعيل لما أفصلش طيار الكهربائي عن الأجهزة دي بعد كده نيجي للنوع الثاني معي وهو الحروق الناتجة عن الطيار الكهربائي بيقول لي هي أحد أخطار الكهربائي التي تسبب تلف وتدمير في أنسجة الجسم الحرق عن مثلا الحرق الناتجة عن الكهربائي زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا دوة عبارة عن إيه عن تلف وتدمير في الأنسجة بتاعت إيه الجلد أسبابها إيه بيقول لي ملامسة الجسم مباشرة مع مصدر للطيار الكهربائي يعني إيه؟ يعني إن أنا مثلا أمسك مصدر للطيار الكهربائي مباشرة ملامسة الجسم للنار أو الشرارة النتجة عن حدوث حريق كهربائي الشرارة اللي بتبقى نتجة عن الحريق إن هي تيجي على الجسم بتؤدي لحدوث حروق ناتجة عن الطيار الكهربائي ثالث سبب معي بيقول لي ملامسة الجسم لجهاز كهربائي يولد حرارة مثل المكواه والمدفقة والسخان الكهربائي إن أنا أمسك مكواه ده هيقدي إيه؟ لحدوث حروق ثالث نوع معي والأخير اللي هو الصدمة الكهربائية قال لي الصدمة الكهربائية زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا هي مرورة طيار الكهربائي شديد خلال جسم الإنسان وطبعا إحنا قلنا إن جسم الإنسان موصل جيد للقهرباء ليه؟ قلنا علشان سبعين في المية من جسم الإنسان عبارة عن ماء وأملاح زي ما؟ بيقول لي وقد تؤدي في أحيان كثيرة إلى الوفاء الصدمة الكهربائية لو اشتدت بتؤدي إلى إيه؟ الوفاء أسبابها إيه؟ بيقول لي ملامسة سلكين موصلين يمر بهم طيار شديد إن أنا ألمس سلكين موصلين طبعا غير معزولين يمر بهم طيار كهربي ثاني سبب معي ملامسة سلك يمر فيه طيار كهربي شديد وملامسة مادة موصلة للقهرباء متصلة للأرض يعني إيه؟ يعني إن أنا أبقى مسكة سلك كهربي غير معزول ووقف على مادة موصلة للقهرباء وليكن حديد أو نحيث ثالث سبب معي بيقول لي ملامسة سلك يمر به طيار كهربي شديد بأحد أجزاء الجسم وملامسة الأرض بجزء آخر يعني أكون مسكة سلك غير معزول بيدي ووقفة إيه؟ على الأرض بعد كده بيقول لي ما هي الأشياء التي تتوقف وتعتمد علي الصدمة القهربية؟ عندي عاملين إيه هما؟ أول حاجة الزمن ثاني حاجة شدة الطيار يعني إيه؟ بيقول لي أول حاجة شدة الطيار القهربي المور في جسم الإنسان طبعا العلاقة طردية كلما زاد شدة الطيار كلما زادت الصدمة القهربية والزمن الذي استغرقه الطيار القهربي المور في جسم الإنسان كلما زاد الزمن كلما زادت شدة الصدمة القهربية بيقول لي إيه هي الإسعافات الأولية لحوادث الطيار القهربي بيقول لي عزل المصاب عن الدائرة القهربية بدفعه بمواد عزلة تاني نقطة معي استدعاء الطبيب لمكان الحادث فورا تلاتة بيقول لي إذا كان المصاب مستمر في التنفس يسهل له التنفس بفتح ملابسه الضيقة لو كان المصاب متعسر في التنفس مش قادر يتنفس بسهل عملية التنفس بفتح ملابسه الضيقة إذا تعصر التنفس يجري له التنفس الصناعي فورا تدليق عضلة القلب بالضغط على الصدر براحة اليد وبكي دي سألتك